في موضوع آخر إذن بعد الخلل الذي أصاب شبكة توزيع الحليب المدعم بالجزائر العاصمة قامت المصالح المعنية بالتدخل ووضع خطة لتنظيم توزيع ودعم منتجية حليب الأبقى الأكثر تفاصيل مع أحمد رشدي رغم إنتاج قرابة مليون لتر من الحليب المدعم بالجزائر العاصمة إلا أن هذه الولاية تشهد خللا في التوزيع من فترة لأخرى ولتفدي تكرار ما حدث قبل أيام من ندرة في هذه المادة الحيوية عمدت الجهات الوصية إلى تحيين خارطة التوزيع وفرض رقبتنا أكبر على الملبانات كثر من ثمن ملبانات على مستوى ولاية الجزائر بكمية تفوق 850 ألف لتر يوميا يعني كمية ضخمة يعني سيتوين كيستيون دورغانيزاسيون فقط هنا الموزعين كين اللي وزع الصباح كين اللي وزع العشية ما على حساب الكارتية على حساب المناطق كين هناك برنامج يعني يعني أم بلان أم بلان دو رديبلوامان دو سي ريزو دوستيبوسيان يجب أن يكون رسبيت باللسان مصالح الرقابة بالمرساد إن شاء الله هذه الأمور هذه ما تتكررش خارطة الطريق الجديد تهدف للقضاء على الاتهازيين من جهة والتخلص من تبعية للخارج عبر دعم منتج حليب الأبقار المحليين كين 236 مربي من خارطين في برنامج حليب الطازج على مجموع 1200 أكثر من 1200 مربي على مستوى الولاية دونك إحنا عندنا تقريبا 20 بقرة حلوب على مستوى ولاية الجزائر العاصمة اللي رح تنتج في هذه المادة اللي موجهة للملبنات يعني وكين تقريبا 40 ألف لطر حليب طازج ليوزع يوميا على مستوى هذه الولاية معالجة اختلالات توزيع الحليب المدعم من شأن يحل بعض المشاكل لكن الحل الأمثل لكل مشاكل هذه الشعبة هو ترقية الانتاج المحلي وقطع الطريق أمام التبعية للخارج ترجمة نانسي قنقر